حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها من عدن الغد الحياة تعود إلى مدينة قاطبة بعد أيام من تحريرها ومن ترجماتنا الخاصة للصحافة الفرنسية مالك سفينة في مرسيليا سفينة لا تنقل الأسلحة إلى السعودية ومن أخبار المنوعة مراهق يخترق أنظمة أبل آملا أن تمنح الشركة وظيفة أهلا بكم والبداية من أكثر الأخبار التي تم تداولها من قبل مواقع الأخبار اليمنية حيث تصدرت الصحف خبر توزيع الأمم المتحدة سيارات حديثة لميليشيا الحوثي والغريب في الأمر وفقا للمواقع أن الميليشيا هي الطرف الوحيد الذي يزرع الألغام ولن تكون من ينتزعها ويعنون موقع يمن مونيتور نشطاء يمنيون الأمم المتحدة تشارك الحوثي في جريمة زراعة الألغام بالبلاد وطبقا للموقع فقد أثار إعلان الأمم المتحدة بتسليم 20 سيارات دفع رباعي لجماعة الحوثي المسلحة في محافظة الحديدة من أجل مساعدتها في نزع الألغام أثار ردود أفعال غاضبة في صفوف النشطاء اليمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تغريدة على تويتر عبر الصفحة الرسمية لمكتبه في اليمن إنه سلم السيارات لشريكه المركز التنفيذي للنزع الألغام الخاضة لسيطرة الحوثيين بهدف دعم الجهود المستمرة في الحديدة من أجل إزالة الألغام وعقب الإعلان الأممي هاجم العشرات من النشطاء استمرار الأمم المتحدة في دعم ومسندة جرائم الحوثي في تدمير البلاد وإعطائهم المكافآت والمزايا مقابل ممارستهم التدميرية وتلغيم البلاد وقال أحد الصحفيين إن الأمم المتحدة تقتل المدنيين بالألغام ثم تتساءل لماذا لا يثق اليمنيون في منظماتها ومبعوثيها فيما اعتبر خبير عسكري أن الدعم الأممي للحوثي يشبه المسابقات التي تقدم جوائز مغرية للفائزين يشهد رمضان سنويا في صنعاء افتتاح العديد من المخابز الخيرية لإطعام المحتاجين لكن ومنذ اجتياح العاصمة يتم التعامل مع هذه المخابز بطريقة جديدة حيث يعلق موقع الصحوانيت الميليشيات تغلق مخابز خيرية مخصصة لإطعام مئات الأسر الجائعة بصنعاء وقال الموقع أن الجماعة الحوثية واصلت انتهاكاتها خاصة فيما يتعلق بالعمل الإنساني والإغاثي والاستيلاء على المساعدات وفرض الإيتاوات على الأعمال الخيرية وذكرت مصادر محلية في صنعاء أن مسلحي الجماعة الحوثية فرضوا على المخابز الخيرية دفع مبالغ للزكاء وقاموا بإغلاق الكثير منها على رغم أنها مسخرة للعمل التطوعي وإطعام مئات الأسر الجائعة ووصف نشطاء العمل الخيرية في صنعاء بأنه بات في أدنى مستوياته وبخاصة مع إقدام الجماعة الحوثي على إنهاء نشاط الكثير من الجمعيات والمنظمات فضلا عن منع توزيع أي معونات إلا بنظر وإشراف الجماعة الحوثية في مختلف مناطق سيطرتها كيف ساهم المشروع الانفصالي في إفشال السعودية في اليمن؟ تحت هذا العنوان كتب عبد الناصر المودع مقاله المنشور في موقع المصدر أونلاين مضيفا بعد سيطرة الحوثيين على الحكم في سبتمبر 2014 وتشكيل السعودية التحالف العربي تم دعم السكان في المناطق الجنوبية لإيقاف تمدد الحوثيين للحيلولة دون سيطرتهم على كل اليمن استثمر الانفصاليون ذلك الدعم لترسيخ وجودهم العسكري والسياسي في مناطق الجنوب وبعد أن تم طرد الحوثيين من معظم تلك المناطق تولت الإمارات إنشاء ورعاية قوات سعودية ذات طابع جهوي في جميع المحافظات الجنوبية باستثناء المهرة تحت مسمى النخب والأحزمة الأمنية وأصبحت هذه المناطق خاضعة فعليا للسيطرة الإماراتية المباشرة من جانبها لم تبدل حكومة السعودية أي مواقف رسمية معارضة أو مؤيدة للمجلس الانتقالي الانفصالي أو المشروع الانفصالي بشكل عام وهي المواقف التي يمكن وصفها بسياسة الغموض المتعمد ليس من مصلحة السعودية الآنية والمستقبلي انفصال جنوب اليمن أو حتى ازدهار المشروع الانفصالي فبسبب المشروع الانفصالي تعثر هدف السعودية من تدخلها في اليمن والمتمثل في القضاء على الحركة الحوثية أو تحجيمها استمرار هذا الوضع على ما هو عليه يعني بأن الحوثيين لن يهزموا بل سيترسخ حكمهم في المناطق الشمالية وهو ما سيظهرهم أمام العالم بالطرف الأقوى والمهم في اليمن كونهم يسيطرون على الأجزاء المهمة منه بما فيها العاصمة صنعة ترسخ الوجود الحوثي في الشمال يعني بأن السعودية هزمت في اليمن وفشل تدخلها العسكري في حال قررت الانسحاب وهو أمر غير متوقع المشروع الانفصالي ليس سوى مشروع فوضى ساهم ويساهم في تفكك الدولة اليمنية فقد ساهم بشكل مباشر وغير مباشر في صعود الحوثيين ومنع السعودية من هزيمتهم وخلق وضعا سياسيا وعسكريا في غاية الصعوبة والتعقيد جعل السعودية تواجه خيارات صعبة وأسيئة في مجملها فهي لا تستطيع معارضة الانفصال ولا تستطيع دعمه مثل ما هي غير قادرة على الانتصار على الحوثيين أو الانسحاب من هذه المعركة التي أصبحت أشبه بمستنقع يزداد عمقا واتساعا يوما بعد آخر عادت قاطبة وعادت الحياة وبدأ الناس يعودون إليها بعد تحريرها وفك الحصار عنها من قبضة الميليشيات الحوثية وإفقا لتقرير نشره موقع عدن الغد تحت عنوان الحياة تعود إلى مدينة قاطبة بعد أيام من تحريرها من الميليشيات الحوثية الإرهابية وقال التقرير تعود الحياة بشكل تدريجي حيث فتحت المحلات التجارية وشركات الصرافة وبعض المستوصفات الطبية والأسواق وبدأ الناس يتحركون بشكل طبيعي ونشد أهالي وسكان مدينة قاطبة المنظمات العاملة في المجال الإنساني والصحي بسرعة دعم السكان ليتمكن جميع النازحين من العودة إلى ديارهم من خلال توفير المساعدات الإنسانية والإغاثية لنازح قاطبة والمحافظات الأخرى الذين فقدوا كل شيء وبحسب مصدر رسمي بلجنة الإغاثة بالمديرية فإن أكثر من أربعة ألاف أسرى نزحت إلى مدينة قاطبة قبل الحرب الأخيرة ومثلت مأول لكل نازح العود ومريس ومحافظات إب والحديدة منذ مارس 2018 توقفت الأجور التعاقدية لخمسة وثلاثين معلما ومعلمة في كلية المجتمع بمديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج وسط ظروف عصيبة يواجهها معلمو الكلية الحديثة ويعنون موقع قناة بلقيس معلمو كلية المجتمع في لحج يشكون لبلقيس معاناتهم بسبب انقطاع المرتبات وبالرغم من شحة الأجور التي يتقاضاها معلمو كلية المجتمع في لحج حيث وفقا لإفادات بعض من معلمي الكلية بأن مبلغ الأجور المقرر الذي صرف لمرة واحدة وتوقف في مارس من العام الماضي يبلغ 22.500 ريال يمني فقط قبل أن تتوقف وفي هذا السياق يقول المعلم بقسم التمريض في كلية المجتمع بلحج جميل مهدي يقول التقينا مع عميد الكلية قبل أشهر فأخبرنا باعتذار الخدمة المدنية على صيغة الكشف أو يقوم باعتماد صيغة أخرى بإنزال إعلان للتوظيف بالكلية وبخصوص أجورهم أشار مهدي إلى أن أبرز الأعذار هي عدم وجود ميزانية خاصة أما الصعوبات التي تواجه العاملين في الكلية فمنها عدم الحصول على وسائل مواصلات حيث لا يكمل المعلمون طريقهم بسبب عدم توفر المواصلات واعتذار الباص الذي تعاقدت معه الكلية كون المديونية مرتفعة ولم تسدد له الكلية ثورات يتيمات على موائد المفاوضات سحت هذا العنوان كتب وائل قنديل مقاله المنشور في صحيفة العرب الجديد كل ثورة هي عبور وانتقال من حال انهزام إلى حال انتصار وبالتالي كل ثورة هي حرب نظيفة بأسلحة نقية لا تسيل الدماء ولا تحرق الزرع والنسل ومن أسف أنه في تاريخنا العربي الحديث كل انتصاراتنا الرائعة تكون في مهب الفشل حين تحدث الثغرات عفوياً أو تصنع بمنتهى المكر والخسة مقتل الثورات في الثغرات وصناعة الثغرات تبدأ مع استدراج الثورات مبكراً إلى غرف المفاوضات المظلمة قبل أن تكتمل وعلى الموائد العامرة بكل الأصناف الشهية يكون السم حاضراً غير مرئي فتصاب الثورة بحالة تسمم تفقدها اتزانها حدث ذلك في السودان كما حدث في مصر قبل سنوات وإن كانت في الحالة السودانية ثمت محاولات حقيقية للتخلص من سميات التفاوض من خلال الدعوة إلى الإضراب العام بمواجهة تنمر العسكر على الثورة لقد وجدت ثورة السودان نفسها في موقف الدفاع بعد أن نجح عسكري الجنجويد في التسلل إليها بنعومة ثم عانقها بدفء حتى تمكن من فرض نفسه واحداً من أهل البيت ليبدأ بعدها في زرع الألغام ودست السمو وإنهاك الثورة بالمفاوضات والمساومات لينتهي الأمر بأن يعتبر العسكريون أنفسهم أصحاب الثورة وصناعها وملاكها بينما المعتصمون في الشوارع هم أعداؤها وخصومها تحدث الثغرة حين تستعيذ الثورة عن فعل يأمر بفعل يطلب فتتخلى في هذه اللحظة عن كونها مرجعية اختارتها الكتلة الأكبر إذن في الترجمة الخاصة بقناة بلقيس تتحدث صحيفة فرانس انفو الفرنسية عن سفينة شحن سعودية في مرسيليا وتعنون مالك السفينة ينفي أي نقل للأسلحة إلى اليمن وقالت الصحيفة إنه جدال لا يتوقف أبداً عن التوسع شحنة مزعومة من الأسلحة من ميناء مرسيليا وجهتها المملكة العربية السعودية لاستخدامها في الحرب في اليمن يدور أمر نقل الأسلحة بين وسائل الإعلام والأحزاب السياسية في الجمعية الوطنية وفي بيان لها تنفي نقابة الكونفيدرالية العامة للشغل بشدة المعلومات الواردة لن يقوم عمال الإرساء في خليج فوس في مرسيليا بتحمل أي أسلحة أو ذخيرة لأي حرب على الإطلاق وتحدث عبر الهاتف لوران باستور الأمين العام للكونفيدرالية العامة للشغل في ميناء فوس عن شائعات موقع ديسكلوز الاستقصائي حول الأسلحة الفرنسية المستخدمة في اليمن لقد طلبنا من مستلم البضائع والمورد الحصول على مستندات رسمية تثبت أننا سنقوم بتحميل مواد مخصصة للمدنيين وليس معدات عسكرية بأي حال من الأحوال وأضف باستور الذي يؤكد قيام النقابة بجميع عمليات التحقق الممكنة لن نقوم أبدا بشحن أسلحة تهدف إلى قتل المدنيين وقد ندد مالك السفينة بالأخبار المزيفة وكانت إذاعة فرنسا وموقع ديسكلوز قد كشف في أبريل الماضي عن بيع أسلحة فرنسية للسعودية والإمارات ووفقا لما كشف عنه فقد كانت هذه الأسلحة تهدف إلى استخدامها في الحرب في اليمن وهذه التسريبات أحرجت الحكومة التي تدعي حتى الآن أنه لم يتم استخدام أي سلاح فرنسي في هذه الحرب اهتمت صحيفة الشرق الأوسط بإحدى الموضوعات التي تعاود الظهور في شهر رمضان حيث عنوانت الصحيفة ابتزاز حوثي للسجناء المحسرين ومتاجرة بقضاياهم لجمع التبرعات وتقول الصحيفة إن الميليشيات الحوثية لم تتورع في تحويل ألاف السجناء المحتجزين على ذمة قضايا مختلفة إلى باب آخر للمتاجرة بقضاياهم والسعي إلى تجنيدهم في صفوفها مقابل إعفائهم من الحق العام والخاص وفي الوقت الذي يكون السجين فيه عرضة للأمراض والأوبئة والتعذيب يأتي شهر رمضان لتجعل منه الجماعة الإرهاءة الإنقلابية موسمة للمتاجرة بالسجناء المحسرين سواء المحبوسين على ذمة قضايا مالية أو ديات أو على ذمة الحق العام وبحسب ما قاله عدد من أقارب المفرج عنهم من السجون للشرق الأوسط فإنه لم يكن أمامهم سوى أحد الخيارين إما المقوث في السجن أو الموافقة على الذهاب إلى جبهات القتال الحوثية ويقول المحامي أسعد الخولاني للشرق الأوسط إن جماعة الحوثي تستغل رمضان لجمع أموال طائلة تصل إلى مئات الملايين بحجة مساعدة السجناء المعسرين ويضيف الخولاني أن جماعة الحوثي لا تعطي أصحاب الحقوق أموالهم بل تفرج عن الأشخاص التابعين لها الذين لهم سوابق نهب مالي وبالمقابل تأخذ الأموال التي تبرع بها فاعل الخير وتصادرها للمجهود الحربي إذن في الأخبار المنوعة التي نشرت اليوم ما جاء في موقع روسيا اليوم بيجاما ذكية تخلصك من الكوابيس وقال الموقع صمم مهندسون أمريكيون بيجاما ذكية مزودة بأجهزة استشعار تراقب معدد ضربات القلب والتنفس والعوامل المؤثرة على جودة نوم الأفراد ويقول الباحثون إن بيانات البيجاما يمكن أن تزود مرتديها وكذلك الأطباء بمعلومات مفيدة للمساعدة في تحسين أنماط النوم وحتى اكتشاف اضطرابات النوم والتخلص من الكوابيس ويحتوي رداء النوم المطور في جامعة أمريكية خمسة رقع من النسيج مزودة بمستشعارات وموزعة حول البطانة الداخلية في خاخ الغرب تحت هذا العنوان كتب عرب كينوش مقالا وقد أعاد نشره وترجمه موقع الاستقلال الجزائري وقال في أجزاء منه يتلعب الغرب بالأنظمة العربية بشكل رائع عن طريق تأرجحها من نقطة إلى أخرى من خلال أدواتهم الجهنمية الإسلاموية أو الاستبداد على عكس الفكرة التي نقبلها تماما الغرب لا يدعم الربيع العربي الذي سينتج عنه شعب ديمقراطي في الداخل لكنه يحوله إلى قطبين الإسلاموية والسلطوية لأن فكرة وجود شعب حر وذي سيادة تكون مناقضة ومعارضة لمصالحهم الأكثر حيوية الغرب يستخدم الاحتجاجات الشعبية بدلا من ذلك لإخضاع الدول الأخيرة لهيمنتهم من خلال منع ظهور الديمقراطية وذلك بفضل لعبة خفية مصنوعة من التهديد الإسلامي والاستبداد الديمقراطي والتي تمثل أهدافا سياسية حقيقية تجاه هذه البلدان سلاح الغرب الإسلاموية والسلطوية يحتوي على حدين واحد مزعزع للاستقرار والآخر يهدف إلى الولاء لهم مع الحرص على منعهم في نفس الوقت من الحصول على أسلحة الدمار الشامل عسكريا والخطاب الذي يروج للديمقراطية ليس سوى شرارة موجهة إلى تحريك المجتمع بحيث تنشأ إمكانية وجود نظام استبدادي أو إسلامي كأفاق إجبارية لهذه المجتمعات وبالتالي فإن الربيع العربي الذي يتم تقديمه كعقاب شعبي لمزيد من الديمقراطية يعكس بموضوعية عائقة ديمقراطية في هذه البلدان من قبل الغربيين من الواضح أن الغرب يمنع ظهور أي ديمقراطية في الأراضي العربية والإسلامية ومع الاستبداد فإنه يخلق الظروف المثالية لأغور حكم الأقلية وتدمير الحرية عموما والفاسدة كما في الجزائر تخضع الأنظمة الاستبدادية للمساءلة فقط أمام الهيئات الدولية التي تكون لها وزن كبير في اقتصادها القومي ولكنها ليست مسؤولة بأي حال من الأحوال أمام شعوبها إذن لو كنت مراهقا يأمل أن ينال وظيفة من شركة عملاقة في التكنولوجيا فكيف كنت ستفعل ذلك؟ تخطط لمسيرتك التعليمية وتأمل أن تحصل على منحة تدريبية في نهاية المطاف لكن شابا دجا إلى طريقة مختلفة للحصول على وظيفة ويعنون موقع عربي بوست مراهق يخترق أنظمة أبل أملا أن تمنحه الشركة وظيفة وقال الموقع إن فتى أستراليا اخترق أنظمة شركة أبل واعترف بالجريمة قائلا إنه كان يأمل أن يؤهله ذلك للعمل لدى الشركة المصنعة لهواتف آيفون حيث سمع أن الشركة فعلت ذلك مع شاب أوروبي قم بالأمر نفسه وافترض أن الوظيفة ستفتح له ذراعيها فور انكشاف أمره طبعا كان لدى السلطات رأي آخر ولحسن الحظ لم تكن هذه نهاية مبكرة لمسيرته المهنية لم يدني الفتى ولا زميله في العملية الجنائية بل سيغرم مبلغ 500 دولار أسترالي نحو 346 دولار أمريكيا بشرط التزامه بحسن السلوك طوال 9 أشهر كان الفتى يبلغ من العمر 13 عاما حين بدأ العمل على الاختراقات وقد قبل القاضي شهادة مفادها أن الفتى كان يستخدم مهاراته التقنية بدافع حسن وقتها لقد كان يأمل أن يدرس أمن وجرائم المعلومات في الجامعة ولم يكن مولعا بفكرة أن تزين سجله إدانة بالاختراق وقالت الشركة كذلك إن البيانات الشخصية لأي من عملائها لم تعرض للخطر ورغم طيش الشباب قد يتعين على الفتى فقط أن يتبه لدروسه ويعمل في الوظائف المناسبة ويكون بعض العلاقات تماما كأي شخص آخر إذن في جولتنا المصورة كما وثقها مصور جريدة الجارديان البريطانية وتنقلنا الصور إلى مناطق مختلفة شهدت أحداثا حول العالم خلال الأيام الماضية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر المنافسة لم تعد اليوم مقتصرة على الصورة والكلمة فقط بل دخلت الريشة فيها عبر فن الكاريكاتير ذلك الفن الساخر الذي يختصر آلاف العبارات ومئات الصور في رسمة واحدة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اذا بهذه المجموعة من الصور نصل الاختام حلقة هذا اليوم شكرا على المتابعة الى لقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر